إلى شأن آخر فإن كان لتحدي الظروف الإنجاز عنوين قد يكون هو أحد أبرز هذه العنوين إنه محمد كرم البطل في السباحة والغطس وعدد من الرياضات الأخرى نتعرف على هذا البطل في هذا التقرير إن كان لتحدي الظروف والإنجاز عنوين قد يكون هو من أبرزها إنه محمد كرم البطل في السباحة والغطس وعدد من الرياضات الأخرى خد البعض من درياض في سباحة أنا صفرت على 2014 أمريكا خدت تلت القوى وكله تلت العالم 2015 أمريكا من دخل مصر كرديات أنا صفرت في 2017 كنت سباحة العالم في السباحة أنا صفرت في 2018 أبو سبي أبو دوران سيتروم فأهد من تصل خير المجلس تلت منذ عمر ثماني سنوات اهتمت أسرة محمد بتنميته رياضيا للحفاظ على جسمه وصحته لكن موهبته أبت إلا أن تفرض نفسها ليدخل على الدوام في تحديات جديدة ويتحول من كونه مجرد ممارس للرياضة إلى بطل فيها محمد فاجئنا أنا شخصيا كمدرب ليه بالتفاعل تحت المية بمعنى أن القدرة الاستعبية بتاعته تحت المية كانت أكبر بكتير جدا من تواقعاتنا الشخصية طريقة تنفيذ والتمرين عملها بطريقة كانت بتصعب على ناس كتير جدا طبيعية أنها تنفسها أو مش بتصعب هي طريقة تنفيذها أو سرعة تنفيذها كانت ما شاء الله كبيرة جدا وعالية جدا عنده فده اللي ساعدنا أن احنا نوصل للمرحلة دي تمام من الكورس دخلنا الرياضة من باب أن احنا بنتعامل أن احنا نقبأ فينا جسمينا سليم نقبأ كويسين لأن معظم الداون سندروم بيقبأ عندهم قابلية لطق فلما مشينا في موضوع الرياضة ليس إلا غير أن احنا عشان نظبط جسمينا نظبط أن احنا نعرف نتعامل يعني كويس فالحمد لله رب العالمين دخلنا زباحة لقيت فيه في تفوق دخلنا تنس لقيت فيه تفوق دخلنا اللهم بارك في أي رياضة كنت بعملها علشان نشوف بعد كده هو هيرسع على إيه كان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كان بيتفوق فيها فمن هنا اكتشفنا أن هو الحمد لله رب العالمين يقدر يعمل حاجات كتير قوي وربنا يوفقه من خلال النماذج الناجحة مثل محمد كرم تستطيع أن ترى القوة الإنسانية الحقيقية المتمثلة في الإيمان بالذات والاجتهاد والتصميم ويستطيع من يريد أن يتعلم كيفية مواجهة التحديات بعزيمة صلبة وإرادة لا تهزم ترجمة نانسي قنقر